ترجمة نانسي قنقر في العملية التعليمية وتحقيق نتائج متقدمة في الاختبارات الدولية لتكون منارة لنشر الثقافة والعلوم في المنطقة إنجازات مشرفة لمملكة البحرين في بناء مجتمعات متقدمة ومستدامة تعززت بتوفير التعليم للجميع حيث أكدت مملكة البحرين التزامها الدائم بتوفير التعليم الأساسي بشكل مجني وإلزامي بنص المادة السابعة من الدستور على رعاية الدولة للعلوم والأداب والفنون وتشجيع البحث العلمي وكفالة الخدمات التعليمية والثقافية والارتقاء بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم من عكس على تحقيق المملكة نهضة تعليمية شاملة التعليم في المملكة يعتبر ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتحديث والتنمية الشاملة المستدامة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نحن نتحدث عن دولة لها باع طويل جدا في العملية التعليمية ولها تجارب ومشاريع كبيرة جدا انعكست بشكل إيجابي على مسيرة التنمية والعمران وتطور في مملكة البحرين التعليم في مملكة البحرين يحظى برعاية كريمة من سيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وينعكس ذلك جليا من خلال البرامج والمشاريع التي تطبقها وتنفذها حكومة مملكة البحرين بمتابعة من سيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وطبعا يتجلى هذا الاهتمام وتتجلى هذه الرعاية من خلال طبعا توفير الموازنات الضخمة جدا للإنفاق على التعليم رعاية مختلف الفعاليات التعليمية الاهتمام بتقديم التعليم المتميز والجيد للطلب البحرينيين في نفس الوقت الاستثمار في التعليم في القطاع الخاص ودعم هذا النوع من التعليم بحيث يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ويعتبر أيضا مساندا لوزارة التربية والتعليم في أداء مهامها وكان لوزارة التربية والتعليم الدور الكبير في تطوير هذه المنظومة التعليمية من خلال رفع عدد المنشأة التعليمية تزامنا مع رفع كفاءة الكوادر التعليمية والأكاديمية وتطوير المناهج وتحسين جودة التعليم والتدريب وتشجيع الاستثمار في التعليم وضمان جودة الخدمات التعليمية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية من خلال إسهامات المؤسسات التعليمية والأكاديمية الحكومية والخاصة بمجال التعليم الإلكتروني والتوجه نحو تعزيز المناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية المتصلة بعلوم الذكاء الاصطناعي هناك خطة طموحة بدأ العمل عليها فطبعا هناك خطة عشرية تنتهي في العام 2030 تهدف إلى بناء 18 مدرسة وطبعا بناء أيضا 45 مبنى أكاديمي بالإضافة إلى صيانة العشرات من المدارس الحكومية وهذا يؤكد اهتمام حكومة مملكة البحرين بالعملية التعليمية في نفس الوقت المنجزات على المستوى الأكاديمي طبعا لا حصر لها فطلبت مملكة البحرين متميزون في مختلف المناحي فنحن نتحدث فقط عن بناء التحتية وإنما نتحدث عن من عكس على مستوى الطلبة من أداء في التحصيل العلمي فطلبت مملكة البحرين متميزون في الرياضيات والعلوم وهذا ليس فقط بشهادة وزارة التربية والتعليم وإن بشهادة تقارير صادرة عن منظمات دولية تشرف على امتحانات الرياضيات والعلوم على مستوى العالم طلبت مملكة البحرين متميزون في القراءة وفي المهارات القرائية وطبعا هذا أيضا يشهد عليها التقارير الدولية الصادرة عن منظمات تشرف على هذه الامتحانات وأنا أتحدث هنا عن امتحانات تمز بيلز وطبعا في القريب العادل سيكون هناك مسح لجميع المعلمين من خلال الشراكة مع منظمة الأو إي سي دي من خلال ماسح تالس الذي طبعا نستفيد منه لمعرفة أوجه التطوير المطلوبة في العملية التعليمية مملكة البحرين تستثمر استثمارا كبيرا جدا في التعليم العالي فهناك عمل دؤوب على استقطاب أفضل البرامج والجامعات الدولية المرموقة لتتخذ مملكة البحرين مقرا لها وبما يساعد على تحويل مملكة البحرين إلى محط أنظار يستقطب الطلبة من مختلف دول مجلس تعاون ومختلف أيضا دول العالم حق جوهري وفرته مملكة البحرين ودعمته من خلال وزارة التربية والتعليم لتؤكد مكانتها كمركز ثقافي وحضاري يشهد عليه الوعي البحريني بالعلم والتعلم شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين